اشتركوا في القناة بلاء عزيز ذي اقتدار وذي فضلي بما أنزل الكفار دار مذلة فلاقوا هوانا من إسار ومن قتلي فأمسى رسول الله قد عز نصره وكان رسول الله أرسل بالعدل فجاء بفرقان من الله منزل مبينة آياته لذوي العقل فآمن أقوام بذاك وأيقنوا فأمسوا بحمد الله مجتمع الشمل وأنكر أقوام فزاغت قلوبهم فزادهم ذو العرش خبلا على خبلي بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا في اللقاء الماضي ذكرنا موجزا سريعا لأهم أحداث معركة بدر الكبرى وفي لقائنا هذا سنحاول تفصيل بعضها والتوقف عند بعضها للتأمل ذكرنا أن السنة الثانية كانت مفصلية في حياة المسلمين والآن نذكر أنها كانت سنة تمحيص للناس وتمييز لصاحب الإيمان من غيره تحضيرا للناس لهذا الموقف العظيم أعني بدرا قبل الدخول في تفاصيل معركة بدر والتوقف عند بعض حوادثها أريد التركيز على نقطة مهمة هي قضية ما وقع في السنة الثانية من الهجرة من تحويل القبلة القبلة كانت إلى بيت المقدس وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يميل قلبه أن تكون القبلة إلى الكعبة حتى إنه صلى الله عليه وسلم لما كان يصلي كان يتجه إلى بيت المقدس ولكنه كان يضع الكعبة بينه وبين بيت المقدس وبعد ذلك حولت القبلة كما يقول ابن إسحاق وصرفت في رجب على رأس سبعة عشر شهرا من مقدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة إذن النبي صلى الله عليه وسلم صلى أولا إلى بيت المقدس إلى الأقصى باتجاه الأقصى وكان اليهود يتصورون أن النبي صلى الله عليه وسلم سيميل إلى دينهم لكونه يتجه إلى قبلتهم ولكن والله أعلم في ذلك إشارة عظيمة إلى أننا نحن المسلمين أحق بهذا المسجد منكم أيها اليهود ثم حولت القبلة إلى مكة وكان هذا اختبارا عظيما لإيمان الناس لأن مثل هذا الأمر يزعزع الناس ويجعلهم يضطربون لماذا حولت القبلة من هذا المكان إلى هذا المكان ولذلك يقول ربنا جل وعلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله فالقضية كانت قضية صعبة انظروا المسألة كانت في رجب بدر كانت في رمضان تحضير عجيب لهذه الغزوة والآن نرجع إلى بدر لما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي سفيان مقبلا من الشام ندب المسلمين إلى الخروج إلى القافلة وقال هذه عير قريش فيها أموالهم فخرجوا إليها لعل الله ينفلكمها فانتدب الناس فخف بعض الناس وثقل بعضهم وذلك أنهم لم يظنوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يلقى حربا جاء الوقت الذي يضيق على قريش التي سلبت المسلمين أموالهم ودورهم جاء وقت موازنة القوى وأن تعرف قريش بأن منطق القوة الذي انتهجته قد انتهى عهده وأن الله مؤيد دينه لا محالة فانتهوا يا قريش عن غيكم وأنتم عشيرة الرسول وقرابته لقد كان كفار قريش يعلمون صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتهمونه بالكذب ليصرف الناس عنه لا لاعتقادهم الكذب فيه ولا لاعتقادهم الكذب فيما يبلغه فهم يعلمون صدق حديثه صلى الله عليه وسلم إذ لم يجربوا عليه كذبا فالذي حملهم على التكذيب عنادهم وتكبرهم كأن قائلهم يقول كيف يتنازل مثلنا لدعوة أيدها ضعفاء الناس وفقراؤهم وكيف يقول الناس عنا لقد كانوا في ضلال واهتدوا أفنترك دين آبائنا وأجدادنا وكيف نترك السلطانة والسيادة التي نحن عليها ونصبح تبعا لرجل واحد منا ليس بأغنانا مالا ولا بأكثرنا نفرا روى الزهري أن أبا سفيان بن حرب وأبا جهل بن هشام والأخنس بن شريق الثقفي خرجوا ليلة ليستمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي من الليل في بيته صلى الله عليه وسلم فأخذ كل رجل منهم مجلسا يستمع فيه وكل واحد منهم لا يعلم بمكان صاحبه لأنهم خرجوا من حيث لا يعلم أحد فباتوا يستمعون له حتى إذا طلع الفجر تفرقوا فجمعهم الطريق فتلاوموا وقال بعضهم لبعض لا تعودوا فلو رآكم بعض سفهائكم لأوقعتم في أنفسهم شيئا وكرروا ذلك في الليلة الثانية وكرروه في الليلة الثالثة ولم ينتهوا حتى تعاهدوا فيما بينهم ألا يعودوا من هذا نفهم أنهم كانوا يمنعون أنفسهم من الإيمان بالقوة وإلا فإنما يسمعونه ويرونه لا يمكن لأحد إنكاره يذهب الأخنس إلى أبي جهل ويسأله عما سمع فدخل الأخنس على أبي جهل فقال يا أبا الحكم ما رأيك فيما سمعت من محمد صلى الله عليه وسلم فقال ماذا سمعت تنازعنا نحن وبن عبد منافن الشرف أطعموا فأطعمنا وحملوا فحملنا وأعطوا فأعطينا حتى إذا تجاذبنا على الركب وكنا كفر سير هان قالوا منا نبي يأتيه الوحي من السماء فمتى ندرك مثل هذه والله لا نؤمن به أبدا فقام الأخنس وترك أبا جهل روى الطبري في تفسير قول الله عز وجل أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه قال نزل قول الله هذا في أبي جهل وسبب نزوله أن أبا جهل كان يطوف بالكعبة برفقة الوليد بن المغيرة فتحدثا بشأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو جهل والله إني لأعلم إنه لصادق فتعجب الوليد وسأله عن السبب الذي يجعله متأكدا من صدق النبي صلى الله عليه وسلم فأجابه أبو جهل قال كنا في صب النبي صلى الله عليه وسلم نسميه الصادق الأمين أفبعد أن تم عقله وكمل رشده نسميه الكاذب الخائن فقال الوليد وما يمنعك من الإيمان به فقال حتى لا تقول بنات قريش أني اتبعت يتيم أبي طالب من أجل كسر واللات والعزة لا أتبعه أبدا وليس هذا الحال مع أبي جهل فحسب فقد حدث عبد الله بن مسعود عن سعد بن معاذ أنه كان صديقا لأمية بن خلف وكان أمية إذا مر بالمدينة نزل على سعد بن معاذ وكان سعد إذا مر بمكة نزل على أمية يعني يضيف بعضهما عند الآخر فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة انطلق سعد بن معاذ معتمرا فنزل على أمية بمكة فقال سعد لأمية انظر لي ساعة خلوة لعلي أطوف بالبيت فخرج به قريبا من نصف النهار فلقيهما أبو جهل فقال يا أبا صفوان من هذا معك؟ قال أمية هذا سعد قال له أبو جهل ألا أراك تطوف بمكة آمنا وقد آويتم الصبات يعني الذين أسلموا وزعمتم أنكم تنصرونهم وتعينونهم أما والله لولا أنك مع أبي صفوان ما رجعت إلى أهلك سالما فقال له سعد نمعاذ شجاع ورفع صوته عليه أما والله لئن منعتني هذا لأمنعنك ما هو أشد عليك منه أمنعك طريقك على المدينة فقال له أمية يا سعد لا ترفع صوتك على أبي الحكم فإنه سيد أهل هذا الوادي قال سعد يا أمية دعنا عنك فوالله لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقول إنهم قاتلوك قال أمية بمكة قال سعد لا أدري ففزع لذلك أمية فزعا شديدا وهذا دليل على أنه صدق قول النبي صلى الله عليه وسلم وإلا لم يكن ليفزع فلما رجع إلى أهله وحكى لزوجته ما كان بينه وبين سعد قالت له زوجته كلاما فلما كان يوم بدر قال أمية يا أم صفوان جهزيني فقالت له أَوَقَدْ نَسِيتَ مَا قَالَ لَكَ أَخُوكَ الْيَثْرِبِي؟ يعني سعد قال لا وما أريد أن أجوز مع القوم إلا قريبا يعني أنا سأرجع فلما خرج أمية أخذ لا ينزل منزلا إلا عقل بعيره يعني ربطه بقصد الرجوع قال فلم يزل كذلك حتى قتله الله ببدر إن الإصرار على الباطل اعتمادا على القوة الجسمانية أو اغترارا بالعشيرة والأعوان كان سببا لمصائب نحن اليوم نذوق مرارتها ولن تكشف هذه الغمة حتى يعود الناس إلى دينهم يقول ربنا ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب هذا شأن الشيطان مع الإنسان يغريه ويغويه حتى إذا اقترب أن يقع قال له أنا أخاف من الله عز وجل لواء ضلال قاد إبليس أهله فخاس بهم إن الخبيث إلى غدري وقال لهم إذ عاين الأمر واضحا برئت إليكم ما بي اليوم من صبري فإني أرى ما لا ترون وإنني أخاف عقاب الله والله ذو قسري خاس بهم يعني خانهم وغدرهم وتركهم أعاذنا الله من الشيطان هناك في المدينة يتجهز الناس للخروج يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان يتعاقب كل ثلاثة على بعير وكان أبو لبابة وعلي زميلي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فكانت عقبة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني نوبته والوقت الذي ينزل فيه رسول الله عن البعير يعني فكانت عقبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالا يعني أبو لبابة وعلي نحن نمشي عنك يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم ما أنتما بأقوى مني ولا أنا بأغنى عن الأجر منكما لم يظن الناس أن رسول الله سيحارب ولهذا كان كعب بن مالك يقول لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها إلا في غزوة تبوك غير أني تخلفت عن غزوة بدر ولم يعات بالله أحدا تخلف عنها إنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد عير قريش حتى جمع الله بينه وبين عدوهم على غير ميعاد هكذا يقول كعب وأثناء مسيرهم يأتي الخبر عن قريش ومسيرهم ليمنع عيرهم فاستشار الناس وأخبرهم عن قريش فقام المقداد بن عمر فقال يا رسول الله امضي لما أراك الله فنحن معك والله لا نقول لك كما قال بن إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا ودعا له ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة أخرى أشيروا علي أيها الناس وإنما يريد الأنصار كما ذكرنا في اللقاء الماضي وذلك أنهم كانوا أكثر عددا فقد كان عددهم نحو من مئتين وأربعين صحابيا وأنهم كانوا بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم بالعقبة وحين بايعوه قالوا يا رسول الله إنا براء من ذمامك حتى تصل إلى ديارنا فإذا وصلت إلينا فأنت في ذمتنا نمنعك مما نمنع منه أبناءنا ونساءنا فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخوف أن لا تكون الأنصار ترى عليها نصره إلا ممن دهمه بالمدينة من عدوه وأن ليس عليهم أن يسير بهم إلى عدو خارج المدينة فلما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له سعد بن معاذ والله لك أنك تريدنا يا رسول الله قال أجل قال فقد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة لك فامضي يا رسول الله لما أردت فنحن معك فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا البحر فخدته لخضناه معك ما تخلف منا رجل واحد وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا إنا لصبر في الحرب صدق عند اللقاء لعل الله يريك منا ما تقر به عينك فسر على بركة الله قال فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول سعد ثم قال سيروا وأبشروا فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتين والله لك أني الآن أنظر إلى مصارع القوم مواقف عظيمة لا يسجلها إلا الرجال وخذوا هذه التضحية الأخرى بالأرواح حفاظا على الإنسان الكامل صلى الله عليه وسلم يجسدها لنا مرة أخرى سعد بن معاذ رضي الله عنه حين اقترح على النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر أن يبنو له عريشا وقد ذكرنا أن العريشة هو الخيمة ويكون فيه صلى الله عليه وسلم قال ثم نلقى عدونا يقول سعد يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ثم نلقى عدونا فإن أعزنا الله وأظهرنا على عدونا كان ذلك ما أحببنا وإن كانت الأخرى يعني هزمنا جلست على ركائبك أي ركبت عليها فلحقت بمن وراءنا من قومنا فقد تخلف عنك أقوام ما نحن بأشد حبا لك منهم ولو ظنوا أولئك الذين بقوا في المدينة أنك تلقى حربا ما تخلف عنك يأتي مساء ذلك اليوم يوم بدر فيرسل عليه الصلاة والسلام علي ابن أبي طالب والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص في نفر من أصحابه إلى ماء بدر يستقصون له الأخبار عن جيش قريش فعلموا أن القوم بين التسعمائة والألف لأنهم ينحرون تسعة أو عشرة من الإبل يصطف الناس ويدن المشركون ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض فقال عمير بن الحمام الأنصاري يا رسول الله جنة عرضها السماوات والأرض قال نعم قال بخن بخن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحملك على قولك بخن بخن قال لا والله يا رسول الله يعني ليس الخوف والجزع إلا رجاء أن أكون من أهلها يعني من أهل الجنة قال فإنك من أهلها فأخرج عمير تمرات من قرنه فجعل يأكل منهن ثم قال لئن أنا حييت حتى آكل تمرات هذه إنها لحياة طويلة قال فرمى بما كان معه من التمر ثم قاتلهم حتى قتل من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا فكان عمير بذلك أول شهيد للأنصار قتل في سبيل الله أكرم بجيش رسول الله قائده يدعو فتنقلب الأفلاك آذانا إن إيمانا وتصديقا وثقة بموعود الله تجعل الإنسان يستعجل الموت في سبيل ربه الذي آمن به ويقدم روحه في سبيل دينه وإيمانه بينما تجد كثيرا منا لا يحمله إيمانه على القيام بالعبادات المفروضة عليه من صلاة وصوم ونحوهما فكيف نقول اليوم لماذا ينزل بنا كل هذا البلاء ألسنا بمؤمنين كثير مننا والله محتاجون إلى التصالح مع أنفسهم أولا إن إرادة التغيير للنفس تحتاج مجاهدة حقيقية لها فإن النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي وإن الذي يضع أولوياته الشخصية قبل دينه بعيد عن مثله أن يقيم الدين في نفسه وبالضرورة مثله لن يقيم الدين في مجتمعه بعد إلحاح في الدعاء وبعد نزول الغوث من السماء يرى المسلمون الكفار في أعينهم قليلا فيرون نصر الله قريبا وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا وبعد مقتل الصناديد من كفار قريش كأمية وأبي جهل وعتبة وبعد استشهاد أربعة عشر شهيدا من المسلمين وهلاك سبعين من المشركين ووقوع الأسارة بيد المسلمين تكون بدرا أول حدث يؤذن فيه للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وينتهي عهد الصفح والعفو والترك بعد هذا النصر الرباني بكل تفاصيله تتجلى رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم يعني بالكفار فيقبل منهم الفداء غرس النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر في صحابته يعني الرحمة بالناس منذ اليوم الأول لوجود أسرى معهم وقال لهم استوصوا بالأسرى خيرا وقد بذل الصحابة رضوان الله عليهم كل خير للأسارة مع أنهم كانوا منذ أيام قليلة يحاولون قتل المسلمين مع هذا نسي المسلمون ذلك تماما وتذكروا قول الرسول صلى الله عليه وسلم استوصوا بالأسرى خيرا يقول أبو عزيز بن عمير وهو أخو مصعب بن عمير رضي الله عنه وكان قد أسر في بدر يقول كنت في نفر من الأنصار فكانوا إذا قدموا غداءهم وعشاءهم أكلوا التمر وأطعمون البر لوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم إياهم بنا خيرا وكان لهذا الأمر الأثر الكبير في نفسية أبي عزيز الذي ما إن أطلق حتى أعلن إسلامه وكان أبو العاص بن الربيع أيضا في أسارى بدر وهو زوج زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كنت في رهط من الأنصار جزاهم الله خيرا وقد أسلم هو بعد ذلك يقول ومع هذا كنت أنا أحد الأسارى الذين أسروا في معركة بدر وكانوا يكرمونني يقول كنت في رهط من الأنصار جزاهم الله خيرا كنا إذا تعشينا أو تغدينا آثروني بالخبز وأكلوا التمر يعني أناس معهم قليل من التمر والخبز فيقدمون غيرهم على أنفسهم قال حتى إن الرجل لتقع في يده كسرة فيدفعها إلي أخلاق وكان الوليد بن الوليد بن المغيرة وهو أخو خالد بن الوليد من أسارى بدر يقول وكانوا يحملوننا ويمشون أي إذا رأوا منا جريحا أو مريضا أو متعبا حملوه رفقا به هذا هو منهج الإسلام الذي جعلهم يدخلون في الإسلام فقد أسلم أبو العاص بن الربيع وأبو عزيز بن عمير والسائب بن عبيد الله والوليد بن الوليد كذلك جل ربنا حين قال ورضيت لكم الإسلام دينا وإلى هنا ينتهي لقاؤنا والله تعالى أعلى وأعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر